أعربت صاحبة السمو الملكي لاميرسابيكا منت إبراهيم الخليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي عن عظيم شكرها وامتنانها لجلالة الملك المفدى على اهتمامه ومتابعة جلالته الشخصية لمخرجات ونتائج معرض البحرين الدولي للحداق بشكل سنوي الأمر الذي يعكس ما يحظى به القطاع الزراعي في مملكة البحرين من رعاية واهتمام تتجسد في تكريس ثقافة نشر المساحات الخضراء في مملكة البحرين كاسمة حضارية وإنسانية ودعم الأنشطة والبرامج الخاصة بذلك لتكون المملكة وكما تعود الجميع جزيرة يكسوها اللون الأخضر وتبعث على ساكنها وزائرها بالراحة والأمان وخلال استقبال سموها صباح اليوم لعدد من الوزراء المعنيين والدعمين لمعرض البحرين الدولي للحدائق والمعرض الخمسين للزهور والخضروات التي اختتمت فعلياته قبل أيام نوهت صاحبة السمو الملكي بما شهدته نسخة هذا العام من تطور ملموس في نوع وحجم المشاركات من داخل وخارج البحرين مع زيادة عدد العارضين إلى 145 عارضا مشيدة في هذا الصدد بجهود وزارة المواصلات والاتصالات في إصدار الطوابع البريدية وتوثيق تاريخ المعارض الزراعية منذ عام 1975 برعاية صاحب السمو الشيخ سلمان بن حمد الخليفة طيب الله ثرعه وطوابع بريدية خاصة بمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيس نادي البحرين للحدائق كما شهدت سموها بمستوى المشاريع الزراعية لطلبة وطالبات المؤسسات التعليمية المختلفة كوزارة التربية والتعليم وجامعة البحرين وبولي تكنك البحرين متطلعة إلى تعاون هذه المؤسسات المشاركة في المعرض منوهة في هذا الصدد بجهود معهد البحرين للتدريب باستحداث الدبلوم الزراعي المقرر طرحه بدءا من العام الدراسي المقبل لطربة خريجي الثانوية العامة وشددت سموها على دور المحافظات في المساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشيدة بدور محافظتي العاصمة والجنوبية في استحداث مبادرات زراعية وبيئية وتعليمية في المحافظات مقدرة كذلك لهيئة شؤون العلام والصحافة المحلية دورهم البارز في الترويج لفعاليات المعارضة كما شادت بجهود شركة الخليج لصناعة البترو كيمويات جيبك على أخذ مبادرة إنشاء حديقة الصداقة البحرينية اليابانية بمحمية العرينة وتعهدهم بتحمل متابعة صيانة الحديقة دعية سموها القطاعين الحكومي والخاص إلى ضرورة دعم المزارعين البحرينيين كما استمعت سموها لعدد من المقترحات من عضاء المجلس الاستشاري للمبادرة والمشاركين والدعمين والمنظمين حول تطوير معرض البحرين الدولي للحدائك خصوصا مع تزايد الاقبال عليه من قبل المواطنين والمقيمين والسياحة